قبل نجوك أنا مرة صدود في المغربة كمين عارفوا أنه كنت لدي وردتي وغبرتي واحد فترة كبيرة رجالات يظهروا أنه كانوا مشاكل عائلية واليوم تلقى سهنا ما صحيت هذه المعلومة؟ اهه جوجت من مرةصدود في 2017 من ضمان الرجل؟ لا خارج من ضمان لكن المختلف من ضمان أعراج اللي خارج من الزواج بيه لم أكن أعرفهوش لما كانت لدينا علاقة قبل كانت لدينا علاقة من المورة ومتزوجنا كانت تجربة زوج في الشيلا كان بغيم هذا المنبر أنا أشكره وخايا في الشيلا وتشكرها كيف هي الشيلا؟ ماشي ديما ماشي ديما مراتلاق خصان تعيبه ماشي ديما مراتلاق خصان مقاون هضروا ونخرجوا شي حاجة مكيناش حرام الرزق ولكن بقيت عندي علاقة معهم شكرا بالزفع لزعماد اللحظات المزيونة لدوس معهم شكرا لعائلته حتى كون ما تزوج كون ما كانت تجربة الفشيلا ماشي ديما أكون أنا بهذه القوة التي أرى حيث رأي ماشي سهلة تزوج وتطلق راه كتب الناس سهلة ولكن رأي ماشي سهلة أنك تكون عندك 21 عام ودخل للمحكامة وتقول أنا خاصني نطلق فهمتي ويقعوا شي مشاكل خيبين بزاف ما عليك كنت لديك دموع في عيني كنت كنت تلصر ذاكريات مرغمني كنت تضاك مرغمني كنت تلصر في حياتي لا أعلم مزيونة لذلك 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 كنت تتصور في صغري نطلق كنت كنت ترسمي بضفتر الذكريات كنت أرسمي الأميرة ويأخبرون ويحبت لذلك لذلك تتصور لذلك لذلك نعم ولكن ضروري خاصة تكون تعرف ذلك الشخص حيث لو كانت ترجع بي الأيام لالفين وسبعتاش لو كانت تلك السيدة تلاقيت بيه غنبقى انا ويا نهضر معاه واحد العام نشوف الكاركتر دياله واش غنتوالمه تتوالمنا مرحبا مشوا عند العدول ما تتوالمنا شغنطلقو انا تبدلت مليار في المياه تبدلت في الهضرات بزاف 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 حتى لدرجة كل شيء يلاحظها فيها شخصيتي قوات بزاف 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 على هذا الشيء نقول لك نشكر الناس الذين كانوا معي في ذلك الفترة ونعيش ذلك الفترة في الفين وسبعتاش لخلجت هذا هنا كينا دابا ولكي تقدر معك دابا ويكون لتقاتين في النفس لا يكمل لك بالخلوة اكيد هذا ما صار لدينا اليوم تدريبة كبيرة في ساتكم اللي ما سيسهل كنا مغربا مغرب مصغر عملي سفارك الله كبير شو تقول للمغربالي كيف تتناوية العمل انا نقول مغربا ان شاء الله نكونوا عند حسن الطن تلكم ان شاء الله نعجبوكم حي تفغي موان ضربنا تمارا لكي بتكنيك ضربات تمارا الممتلي للناس خسرين زائمات تبريك ما انتاج كبير ان شاء الله هد رمضان كنتمنى ان الولد ديالي يكون معايا ولكن لأسف وما غاديش يكون معايا الولد ديالي تسبتا كنتمنى ان هد رمضان يكون داخل على الولد ديالي بستحى والسلامة وعلى العائلة ديالي الصغيرة وعلى العائلة ديالي الكبيرة اللي هي المغربة كملي كنتمنى ان كورونا تمشي وانا نرجعوا لحياتنا الطبيعية ونطلقاوه من مورا رمضان اشتركوا في القناة